حياكم الله من جديد وصل وفد لجنة التفتيش في الاتحاد الخليجي لكرة القدم إلى مدينة البصرة العراقية للوقوف على استعدادات المدينة لاستضافة كأس الخليجي المقبلة ومن المنتظر أن يقوم الوفد بزيارة وتفقد متطلبات استضافة النسخة الخامس والعشرين وفي مقدمتها الضمانات الحكومية والخطة الأمنية والتدابير الطبية وملاعب المباريات والتدريبات والفنادق والمواصلات وذلك قبل تسليم التقرير النهائي للمكتب التنفيذي للاتحاد وسيتم اتخاذ القرار النهائي لتحديد البلد المستضيف خلال أسبوعين بعد اجتماع جمعية عمومية غير عادية لرؤساء الاتحادات الخليجية وسبق للعراق أن استضاف البطولة مرة واحدة العام 79 في بغداد ونجح أنذاك في الفوز بلقبها وللمزيد عن تفاصيل حول هذا الموضوع وزيارة الوفد إلى البصرة ينضم إلينا من بغداد مراسلنا مخلد محمد أهلا بك مخلد مخلد ما هو الجديد حول زيارة هذا الوفد وكيف سيكون برنامجهم خلال الزيارة أين سيزورون ما هي الأشياء التي سيتأكدون من تمامها تحية طيبة أستاذ عبد الله وتحية طيبة لمتابعين القناة العربية يعني بمجرد ما وصل اليوم الوفد إلى البصرة يعني واكتمل العاقد كان هناك اجتماع سريع لأعضاء اللجنة الستة اللي وصلوا إلى البصرة عن طريق مطار البصرة مع محافظ البصرة ومع مدير الدائرة البدنية التربية البدنية في وزارة الشباب والرياضة وكذلك مع ممثل الدكتور شامل كامل ممثل الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة ووضعت خارطة طريق لبدء مشوار الأربعة أيام للزيارة التي تشمل أربعة أيام لزيارة جميع مرافق مدينة البصرة الخدمية وكذلك السياحية والملاعب والمستشفيات وقياس الوضع الأمني في المدينة اليوم الجولة الأولى بدأت مباشرة في الفنادق يعني المناطق التي سوف تكون تستقبل الوفود وكذلك الجماهير في كبريات الفنادق الموجودة في محافظة البصرة ووقفوا فيها كان هناك أكثر من فندق فندق كان مكتمل تقريبا واصل المراحل النهائي وفنادق أخرى قيد الإنشاءة لكن وصلت إلى نسب 90 إلى 95% هذه الجولة اليوم وأيضا شملت التجول في شوارع مدينة البصرة ليلا وقياس الوضع الأمني وحركة السعير وتابعوا الحركة العمرانية بإشادة طبعا كان لاتصال مع كريم صبري مدير قسم الارتباط العربي والدولي في وزارة شباب الرياضة أكد لي أن الوفد كان مرتاح خلال جولته في شوارع البصرة مما وجده من حملة أعمار للمدينة من مرافق من طرق يعني صورة عامة بالبداية الجولة طبعا استمرت ما بعد وصول الوفد تقريبا ارتاحه ساعة أو ساعتين تقريبا واستمرت حتى المساء جدول غد سوف يكون أيضا مليء بالزيارات ستكون البداية بزيارة ملعب نادي الميناء الذي أوشك على الانتهاء والوقوف على أهم متطلباته وتعرف أمور لوجستية وأمور فنية يجب أن تضع ملاحظات اللجنة ومتابعتها من قبل اللجنة برئاسة الدكتور حميد الشيباني أيضا ستكون هناك زيارة ما بعد للمستشفيات للواقع الصحي لمعرفة كيف ستكون المستشفيات مهيئة لاستقبال الوفود الخليجية وكذلك يا جماهير ونقطة أساسية تم تأكيدها من قبل كريم صبري معي في الحديث أنه أيضا طلب المستلزمات الخاصة بموضوع كورونا كيف سيتم التعامل مع الأزمة لا سامح الله إن شاء الله سبحانه وتعالى قد شفي العالم من هذا الوباء وهذا الداء لكن هناك أجراءات يجب وضع الخطوط العريضة لها من ضمنها الفحص الوافدين وكذلك فحص اللاعبين وفحص الجماهير إذا سمح بدخول الجماهير إلى الملاعب هذه كلها الآلية وضعت على طاولة الفريق التفتيش بصورة واضحة ودقيقة وتم أيضا إضاحة الجولة أيضا ستكلل في اليوم الثالث هناك الثلاثة ستكون هناك جولة إلى مكان سياحي القصور الرئاسية مطلة على شط العرب نعم مخلد هل هناك تواريخ مقترحة أو محددة من الجانب سواء من الاتحاد الخليجي أو من الاتحاد العراقي لإقامة بطولة الخليج في البصرة هذا لحد الآن هو التواريخ والتوقيتات تحديدا لم يتم محددة لكنه ما معلن في الإعلام أنه هو أواخر عام 21 عام الحالي مع بداية العام الجديد يعني فيه الموضوع مطاطية لحد الآن لم تحسم لأن الموضوع الآن في البصرة يعني على وشك أن يحسم هناك كثير بعد انسحاب قطر وتأييد اتحاد البحرين يعني الكثير متأمل وخصوصا العراقيين يعني ينظرون لهذا الموضوع موضوع جدا بحساسية جيد إذن ننتظر المزيد من تفاصيل في الأيام القادمة عن هذه الزيارة وما ستول عليه نتائجة مخلد محمد ومراسلنا مبغداد كنت معنا شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات